بسم الله الرحمن الرحيم كل سنواتوا طيبين جميعا كل التحية وكل الاحترام وكل المحبة ليكم جميعا الحقيقة النهاردة يوم جميل ويوم يبقى فيه عرفان كتير بالجهد وبالعمل والكلام اللي احنا سمعناه وحتى شفنا نتائجه خلال الكام سنة أو السنين اللي فاتت يعني انا قدامي كلمة مكتوبة حقرهلكم برضو عشان ما لكن انا عايز اقول لكم حاجة واحنا بنحبكو جدا صحيح يعني هو هو احنا لنا مين غيركو لا صحيح صحيح يعني ليه من غير شعب مصري يعني بيحمينا كلنا فبدوني فرصة اتكلم معاكو شوية زي ما احنا سمعنا كده ان اتقال على قيمة العمل ونتيجته ونتيجته والحقيقة يعني انا بيبع عندي فرصة ان انا شوف دول كتير وعايز اتعلم وعلم نفسي وكمان اتكلم معاكو ان اقول لكم اوقت تصوروا ان العمل وقيمته قيمة دي قيمة عظيمة جدا 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 وكل الدول الكبيرة اللي بنسمع عنها وبنشوفها ما اتعملتش بقيادة ولا بنظام بس اتعملت بشعبها بأدين شعوبها شباب وشبات رجال ونساء كله وتصوروا معايا ان العمل يعني احنا بنا نعيد العمال لكن هو كل من يعمل هو يحتفل به الكاتب اللي بيكتب يعني ده عمل الطبيب اللي بيشخص ده عمل الزارع اللي بيزرع ده عمل وعايز اقول محصلة عمل الملايين تبقى ايه لو النهاردة بنتكلم على ما يقرب من تلاتين مليون انسان في كل مناح الحياة المصرية في العمل يعني تصوروا لو ساعة تروح من التلاتين مليون او ساعة تضاف للتلاتين مليون يعني بتتكلم في تلاتين مليون ساعة بتتكلم في تلاتين مليون ساعة بالزيادة او بالنص انا بس عايز اقول لكم انا شفت الكلام ده هو عبارة عن جهد الناس واللي حصل خلال السنين اللي فاتت ومش عايز يعني ان اقول قبل كده المصرين كانوا بيشتغلوا برضو عشان بس ما نظلمش نفسينا من سنين طويلة فاتت هي مصر اتعملت غرب شعبها يعني لكن عشان تعملوا حضارة حقيقية وتقدم حقيقي لازم كلنا نعمل بجد وباتقان بجد بس مش كفاية وباتقان بس مش كفاية لاتنين مع بعض يعني مسئولية مسئولية العمل والجدية في العمل والاتقان في العمل والمصابرة على العمل هو دي اللي حتحق لمصر اللي انتو بتتمنونه انتو قلتو سمار الاصلاح لا 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 لسه سمار ايه احنا عملنا حاجة قريب اتكلم بجد يعني ما عملاش حاجة والله العظيم انا صادق معاكم ومش عايزين ابدا ازايد في الكلام وقول دي احنا لا لسه فينيه عشان موضوع ان احنا عملنا حد ادنى وش لا طبعا اذا كنتوا تتصوروا ان هو ده سمار الاصلاح يبقى انا بغشكم وبتحك عليكم لا طبعا لسه بدري لسه بدري اوي قد اللي تعمل ده ميات والافات المرات الدول هتبقوا الدول ما بتبطلش شغل لان المنافسة ما بتنتهيش العالم كله بيتحرك وبيحط وبينافس بعضه وبيدفع بعضه ببعضه عشان يحقق لشعبه والناسه الخير فوقت تتصوروا ان اللي تحقق خلال القوانين او الاجراءات اللي اعلنت خلال كم اسبوع اللي فاتوا دول معناه ان ده سمار الاصلاح لا ده كان برضه اشارة اشارة ان احنا مصريين احنا مصريين عندما نتحمل اجراءات قاسية وانا بقول انها قاسية بكل ما تعنيها هذه الكلمة قاسية صحيح لكن لكن الراجل او الرجل والسيدة والشاب والشابة والمسئولية اللي انتم تعملتوا بيها مع الواقع بتاعنا كانت هي المصار اللي نجحتنا وانا بقول لكم حكرارها تاني اي شوفوا النجاح كله هو الاستقرار والامن حتى الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق ابدا غير بان هو ان احنا خلونا نتكلم على مصنع من المصانع ولو المصنع ده فيه مشاكل معدلات انتاجه مش كفاية ارباحه مش كفاية والنهاردة العماء العمالة اللي فيه ما بتاخدش حقها كويس او زي ما هي بتتمنى وبعدين اوقفوا العمل او اضربوا على العمل يا ترى ده لصالحهم والصالح مستقبل المصنع ده والمصنع والعمالة اللي فيه ولا العكس انا بقولكو لا طبعا وانا قلت الكلمة ده قبل كده لما تزعل وتحسدك انت مظلوم اشتغل اكتر مش تخاصم ما تخاصمش نفسك المصنع ده مصنعك حتى لو كان بتاع حد غيرك وده اللي انت كل ما هيكبر هتكبر انت معاه فانا بس عايز اقولكو على حاجة في ان احنا اللي اتعامل خلال السنين اللي فاتت ده كان بجهدوكنتو وبتحملكنتو ووعيكو بس وعيكو ما يستناش ويسكت لكده من فضلكم عملية التوعية والوعي عملية مستمرة تنتخل مننا لابنائنا والاحفادنا لانها التحدي مستمر وقائم التحدي مستمر وقائم وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نوعي اولادنا واحفادنا بان السلامة والامن والاستقرار والهدوء هما السبيل للدولة ديت وبالمناسبة لأي دولة في العالم انها تتقدم وتنى مش عشان الرئيس يقعد لا لو كانت القضية اللي بيننا وبينكم او اللي بيني وبينكم ان انا بقى هنا لا والله انما القضية اللي بيني وبينكم ان هي تفضل هي مصر وهي عمرها ما هتبقى مصر عمرها ما هتبقى مصر بيكم كلكم اسمعوا كلامي اسمعوا كلامي بس وخدوا الكلام ده ودايما تحفظوه وتحفظوه الأبناءكم والأحفادكم وتعيشوا بيه محدش مخلد في مكانه غير البلد وأهلها فلازم دايما عنينا وحرصنا عليها وعلى سلامتها وانزلكوا وانزلكوا في اي انتخابات كفيل بانك تحققوا اللي انتوا عايزين اللي انتوا عايزين ويبقى مكاني هنا انزلوا له حييجي اسمعوا بس الكلام اسمعوا الكلام انا بقول لكم حاجة انتم التجربة بتاعت الاستفتاء اللي فاتت ايه الدنيا كلها كانت بتتكلم عليه بغض النظر عن اي حاجة يعني بغض النظر عن رضا او عدم الرضا قبول او عدم القبول بالمطلق مفيش حاجة بالمطلق تبقى مية في المية يعني مفيش في الوجود اللي احنا فيه ده حاجة عليها اجماع كامل مش ممكن فلا فيه ناس هتقول اه وناس تقول لا وده صح ونقبله وده صح لانها وجهة نظر ونقبلها لكن اللي اصح منه ان الناس لما تنزل تحط كلمتها هتفرد رأيها وارادتها ومحدش ابدا يقدر يغير ده وبالمناسبة كان فيه كلام كتير قبل الموضوع دوت ومجرد منيزة الناس ديت بغض النظر على يعني الناس سكتك ليه الناس برا يعني سكتوا ليه طب انا بابقى سعيد بكده اه مش عشاني عشان ارادتنا انا بابقى سعيد مش عشاني انا انا بابقى سعيد بكده يعني يبقى يعني تقديركم ليه مش في مكانه انا سعيد بكنتوا سعيد ليكنتوا سعيد بكنتوا سعيد ليكنتوا يعني خدوا مني الكلام وانتوا دايما ما تفرحوش وما تتمنوش غير الامان والسلام والتقدم لبلادكم وده ما بيجيش ما بيجيش ابدا غير بالعمل اللي احنا النهاردة بنحتفل به العدد اللي يعني جيه النهاردة عدد كويس بس بش كفاية و و والشريحة اللي اتعرضت دلوقتي جميلة بس مش كفاية لا احنا عايزين نبقى اكتر من كده بكتير عشان نقول للناس في كل قطاع من قطاعات الدولة احنا شايفينكم وبنشكركم في الجامعة ممكن نبقى نشكر كده في الجامعة في قطاعات الصحة نشكر كده في قطاعات الانتاج الاخرى نشكر كده في القطاع الخاص في الزراعة نشكر كده ويجوا هنا الناس ونشوفهم كلنا ونسقفلوهم ودلوقهم متشاكرين على اللي انتوا عملتوهم فاللي انا عايز اقوله ان بيكوا يا مصريين بوعيكم وصبركم وتحملكم وعملكم اللي اتحقق اللي فات ده خطوة من الف خطوة ده خطوة من الف خطوة ولازم نفضل نجري ونشتغل نجري ونشتغل ونبني ونعمر ما نخربش ما نهدش ما نضيعش ما نقتلش ما نفستش هتبقى مصر احاجة تانية في وقت مش كتير أوى مش كتير أوى فانا كل التحية لكو كل التقدير لكم كل الامتنان لكم وأنا شايف الوزير القطاع الأعمال قدامي فا... احنا بنقعد نمسك في الموضوعات بتاعت مصر موضوع موضوع بتفاصيل كتير قوي عشان نفهم ليه احنا ما نجحناش في ده وليه احنا نجحنا في ده الطبيعي ان احنا في مناسبة زي كده نقول كلام جميل ومعناوي وقوي وكده وده طبعا مهم ونقوله لكن مهم كمان ان احنا نتوقف مع انفسنا ونشوف يا ترى يعني لما يتقال النهاردة في الكلمتين اللي يتقالوا ما يخص مثلا قطاع زي الغزل والنسيج والاسمنت والحديث وكده افكام معي يا ترى ابدوا معي يا ام تركوا نعم خلي بالكم خلي بالكم هو القطاع ده من جهش ليه مانجحش ليه قطاع الادوية من الي بدأ الاول القطاع العام ولا القطاع الخاص الجديد عليه من الاول من الي من اللي سبق مين؟ اسمعوا كلامي بس اسمعوا لو اسمعوا من اللي سبق مين؟ لقد ده القطاع العام هو اللي كان سابق هو اللي بدأ هو اللي كان موجود في مصر على مدى 65 سنة ولا قطر او اقل من كده لكن طب الاصلاح اللي احنا بنعمله وانا بقول الكلام ده لاننا يعني احنا فعلا هنعمل اصلاح لهذا الموضوع بس الاصلاح اللي هتعمله الدولة جزء كبير جدا منه يمكن اللي هتعمله الدولة من اجراءات ما تسويش 50% من المطلوب لنجاحه مش مطلوب منه 50% يعني الدولة مش هتحقق منه نجاح باللي هتعمله بانها تجيب معدات جديدة من احدث ما يكون وانها تضرب الناس وانها تعمل المنشآت المطلوبة كل ده جلام جميل يبقى شيء المسئولية مسئولية كل بناء ادم كل عامل موجود في مصنعه كل عامل موجود في مصنعه وإلا ما كانش اللي فات حصله اللي حصله ما كانش كده فانا بقول الكلام ده دلوقتي اللي احنا في خطتنا رايحين لده وانا شفت كل يعني كل الاوضاع اللي موجودة هناك ومحدش هيضيع ان ما اسمحولنا بان احنا نعمل منظومة قبلة للنجاح منظومة قبلة ايه ليه للنجاح لانهي لو منك حدش يبقى احنا الفلوس دي حطناها في الارض ما كان فيه تجارب سابقة الله يعني مصنع الاسمانت كانت موجودة معانا مع القطاع العام قبل كده مش دي تجربتنا وبعدين ما نجحتش معانا او تدهورت معانا وبعدين اديناها لحد تاني ردينا او مردناش على الاجراء اللي اتعمل لما راحت لحد تاني نجحت يا طرى لعيب عند مين عندنا ولا ولا ايه انا بقولكم الكلام ده مش عمال مصر يا اهل مصر لا 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 اسمها مش حكم ولا حاجة انا بس بحاول اكون معاكم موضوعي في تناول ده حياتنا يا جماعة اللي احنا بنتكلم فيه اللي احنا بنتكلم فيه ده حياتنا ده مستقبلنا ومستقبل ولادنا فاحنا هنكون صديقين معاكم وحنبقى حتى في الناسبة زي كده نتكلم احنا بنجري ونعمل وبنعمل اصلاح وتكلفة الاصلاح بتاع قطاع واحد زي قطاع الغزل والنسيل اللي بنتكلم عليه ده الخطوة بتاعته اقول الرقم يعني يا شام ولا ما قولش اقول يعني فضل استريع يعني عايز اقول لكم يعني على الاقل على الاقل قطاع واحد في بتاع غزل المحل بنتكلم فاكتر من 20 مليار جنيه ده غير تمن الارض والمرافق والكلام ده اللي هو موجود بالفعل فاحنا مش حن ايه مش حندفع فيه كتير لكن في المنشآت نفسيا ممكن نعمل تطوير وتأهيل انا سبقت الوزير هشام وزير قطاع الاعمال في الموضوع ده ان انا اتكلمت فيه يعني ارجو انه مكنش يعني خدت حقه في الكلام لكن حبيت اقول له ان انا معاك وانتو تبقوا معاه في الاصلاح اللي احنا حنعمله نفس الكلام للحديد والصم نفس الكلام لاي قطاع اخر احنا متحركين فيه جزء كبير منه مش جزء كبير ده المطلق بتاعه او العظيم بتاعه مش الفلوس اللي احنا حندفعه ده كان اي حد ممكن يدفعه يا ادارة العمل ادارة العمل والقائمين على العمل ده كل انسان جوه العمل من اول الفرض اللي واقف على مدخل المصنع على البوابات لغاية المدير مسؤول عن نجاح مصنعه لان هو نجاحه ده منشاءة لما تنجح يبقى اللي قائمين عليها يعيشوا كويس ولما المصنع ينجح والمصنع اللي جنبه ينجح والمصنع اللي بيتي المصنع تنجح تنجح مصر وتغنى مصر وتستغنى مصر تغنى مصر وتستغنى مصر بترحب فساعدونا يا عمال مصر ويا عاملات مصر في المرحلة القادمة بتفاهمكم للإجراءات اللي احنا عنعملها مع الوضع في الاعتبار لان مفيش إنسان يضيع مفيش احنا دولة بنحترم نفسنا وبنحترم أهلنا وانتم أهلين فمفيش إنسان حيضيع فيش كلام من ذا لكن وإحنا بنعمل ده نستوعبها بسرعة ونبذل أقصى أقصى طاقة يا ترى يعني يعني إحنا سمعنا كتير قوي بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعماله فسار الله عمالكم ورسوله نوعا كونوا فاكرين العمل الصلاة بس لا ده وانت ساق عربيتك في الشارع ده عمل انت بتعمله يا ترى بقى بتركن في الممنوع ولا بترمي ورقة مش عارف ايه حاجات كتير قوي كل إجراء احنا بنعملوا هو عمل ربنا يشوفه حسبنا عليه بالخير أو بالخير ان شاء الله فلانا رجع أقوله تاني نحن في مرحلة قادمة وانا بقول الكلام ده بس مش حتى للدولة كقطاع عام لا انا بقول حتى للقطاع الخاص نحن لدينا في مصر فرصة احنا سوقنا مئة مليون اللي هو واحد عدد سكاننا يا ترى كل قمصاننا وكل اللي بكالب في حاجة بسيطة قوي يعني القميس والبنطلون والجرفات طو واي حاجة اخرى يعني يا ترى احنا حاجتنا بنطلحها احنا مستلزمات الانتاج اللي احنا بنستوردها بالمليارات بالمليارات ليه مش الجناد الدولارات دي ما تنفعش دراسات جدوى خالصة وانا قلت الكلام ده من اكتر من سنة دراسات جدوى خالصة يدوبك رجال الاعمال اللي شغالين في اقطاع معين بدل ما يجيب تسعين في المية سبعين في المية ستين في المية من مستلزمات انتاجه من الخارج يطلع عشرين في المية منهم يعملوا جوا مصر مش محتاجة دراسة في الغالب يعني في الغالب هنبول الكلام دوت لان احنا زي ما قلت كده خلال الفترة اللي جاية مختمين بكل حاجة فعلا بالتعليم اللي تكلموا عليه والصحة اللي احنا مشين فيها كل الكلام دوت وبمناسبة الصحة شوف عندما بشوف اي حد شغال في حاجة ببصر شكله اول ما بلاقي وزنه الزيادة بقول اللي ما بيشتغلش اول ما لقي وزنه الزيادة اول ما بيشتغلش اللي بيشتغل ما بفيش مجال ما بفيش مجال صحيح فبالمناسبة خمة الصحة في ان احنا نخلي بالنا من نفسنا يا شكرا انا باتحك معك انا باتحك معك ربنا يكرم ربنا يكرم انا طولت عليكم خليوا بقى قولي كلمتين دول عشان من داعش عليكم اليوم مرة تانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم الأخوة والأخوات عمال مصر الشرفاء أتحدث إليكم اليوم احتفالا بعيد العمال وتوجه إليكم جميعا في أرجاء مصر العزيزة بتحية اعتزاز لجهودكم المتميزة وسواعيدكم المنتجة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والبناء تحية تقدير إليكم عمال مصر وقاعدة هذا الوطن للانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعا وأقول لكم وبكل صدق إنه لا يوجد معيار أدق من العمل للتعرف على معدن الإنسان الذي تقدر قيمته بما يؤديه من خدمة وعمل لأمته كركيزة أساسية لبناء المجتمع فجميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء أوطانهم حتى صار عيد العمال رمزاً للعطاء والتضحية عمال مصر الشرفاء إن حرس الدولة على الاحتفال سنوياً بعيد العمال يجسد في جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام في شتى ميادين الإنتاج ويؤكد دورهم الوطني المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير وبهذه المناسبة فإننا نؤكد أن العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني واعلموا أن الوطن يتطلع دائماً إلى ثمرة جهدكم وعملكم الدؤوب والمخلص ولقد ضرب المصريون عبر العصور المثل في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات من منطلق حرسهم على بناء وطن طابعه الكفاح الشريف والنية المخلصة وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وغيرها من المجالات خلينا توقف عند الفقرة الصغيرة ديت لما كنا بنتكلم على البنية الأساسية كان كتير من الناس يقول الكلام ده مطلوب مهم ضروري ولا مش مهم ولا مطلوب ولا ضروري إحنا لما عملنا البرنامج ده والخطة دي وتحركنا فيها مع الوقت ابتدنا يعني كلنا أنا بتكلم على كتلة المصريين كلها ابتدنا نفهم منه ما كانش ممكن أبداً نتحرك لقدام إلا إذا كان لدينا بنية أساسية متطورة وهو مش طرف يعني ما كانش حاجة زيادة عن اللزوم ده كان لابد وإن ما كناش عملنا كده إحنا ما بناروح كل حتة دلوقتي ونتكلم مع الناس أول حاجة بنعلم لهم إحنا جاهزين تعالوا لدينا بنية أساسية متطورة لو النهاردة بنتكلم على استثمارات للقطاع الخاص بنقول لهم عايز كهرباء موجود عايز طرق موجود عايز مواني ومطارات موجود عايز كهرباء وغاز موجود كل المطلوب لإنجاح العمل جاهز نحنا ننطلق يعني فعايز أقول إنه كان لابد نحنا نعمله حتى لو كان تكلفته علينا كتير يعني والطاقة وغيرها من المجالات شاهدا على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ وقاعدة صناعية حديثة تكون بمثابة بمثابة قاطرة لهذا الاقتصاد كما أكدت للجميع كما أكدت للجميع سلامة المسيرة التنموية وصدق توجهاتها وسعيها الجاد لتحقيق الواقع الأفضل والحياة الكريبة لكل مواطن الأخوة والأخوات لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تحديات جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واكتماعية وسياسية وأمنية ولعلكم كنتم تدركون أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر والصبر على النتائج فالأمم لا تبنى إلا بمبهدات أبنائها المخلصين وليس بالأمان والشعرات وأكد لكم أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تحمله شعب مصر لما كان من الممكن أبدا وضع حلول جزرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والتي تراكمت وتفاقمت عبر سنوات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وبرضو حعف عند النقطة دية نحن كلمنا في الموضوع الكتير لكن بقى كده لكم تاني هل اللي قبل مننا ما كانوا يقدروا يعملوا اللي احنا عملناه لا يقدروا طب ما عملوهش لي كانوا خايفين أو متحسبين بقاش خايفين أن رد الفعل ورد الفعل مهم وديكم شايفين الدول عاملة إزاي رد الفعل مهم والقيادة اللي تبقى موجودة بتقدر هذه الردود ردود الأفعال قبل ما تاخد القرار إذن المصار بتاع النجاح معروف وخطواته ممكنة ولكن بشرط اللي أنا قلته قبل كده وبقول لكم تاني أن يتحمل المصريين هذا المصار وانتم تحملتوه والنتائج بفضل الله سبحانه وتعالى أفضل مما كنا وحن نستمر في ذلك وهو ما عملت الدولة على مواجهته بإجراءات علمية شاملة حتى وإن كانت قاسية ولقد بدأت بشائر الإصلاح الاقتصادي تنعكس بالأرقام على تحقيق معدلات إيجابية لنمو كما تكلل التوجه الإصلاحي للدولة بتدشين عقد اجتماعي جديد وليس أدل على ذلك من حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا وشملت ضمن أمور أخرى زيادة الأجور لجميع العاملين في الدولة وزيادة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية وهي القرارات التي تؤكد بملادع مجالا للشك عبور مثل مرحلة عصيبة من تاريخها وتعكس تقدير الدولة لحجم التضحيات التي تتعاملها شعب مصر العظيم ولسه ولسه لسه أكتر من كده بكتير بفضل الله سبحانه وتعالى كلما هننجح أكتر كلما هننعمل إصلاح مالي لأحوال الناس كلما الدولة تتقدم ويعني تبقى الأموال أكتر طب هنوديها فين للناس مش هتحطف حدة تانية للناس وتعكس تقدير الدولة لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم الذي كان شريكا في الإصلاح فالمواطن المصري هو البطل الحقيقي في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وده كلمة حقيقية مئة في المئة النجاح اللي تعمل أنتم إصحابه في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا لا 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 والله لا والله لا والله لا والله لا 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 اسمعوا كلامي بس والله العظيم أي نجاح تحقق بكنتم لا 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 الإرادة السياسية موجودة عبر العصور اللي تحقق ده إن المصريين وعيهم كان حاضر ومساعدين للتحمل وتحملوا وأنا بقر بالواقع ده وبقولوا للتاريخ أكتر من كده بيكم أعظم من كده بيكم مش محددين شعب مصر العظيم إننا نجد أنفسنا اليوم أقوى عزما وأشد تصميما على المضي طب خلص الكلمتين ونسمع على المضي معا نحو المستقبل بخطوات واثقة مستقرة في ظل مؤسسات وطنية راسخة فلقد صنعتم منذ أيام ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز ولقد أبهرتم العالم كعادتكم بخروجكم بالملايين من كل الفئات لممارسة حقكم الدستوري بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أقول لكم كلمة حتكون معبرة أنتم جبرتم خطري صحيح شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مهما عملنا ومهما للأهلام عمل أنتم اللي عملتوه هو ده كان الرد الباهر فأنتم جبرتم خطري وخطر مصر وذلك في مشهد حضاري يضافه إلى كل المشاهد الوطنية في حلقات التاريخ طبعا بيكم طبعا التي دائما ما أكدت أنكم الحامي أنكم الحامي الحقيقي لهذا الوطن متسلحين في ذلك بفترة قومية لا غبار عليها ووعي وطني مدرك للتحديات المحيطة بمصرنا الحبيبة ومؤكدين أحرسكم على استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية والإنجازات ومجددين العهد على أن المصريين جميعهم سيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد ضد كل المحاولات التي تهدف للنائل من هذا الوطن عمال مصر الكرام إنما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل والإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة والمتابعة والمتابعة من خلال التدريب والإطلاع على تجارب الأمم الأخرى وإطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفسنا لنكون قادرين على تطوير قدرتنا نحو الأفضل والتأثير بالإجاب في رجب الحضارة الإنسانية وبرضو اسمحوا لي أن أكلمكم كلمتين هنا إحنا كنا تكلمنا في موضع سابق قلنا يا ترى إحنا التعليم اللي إحنا بنعلم بالناس الحالي ده هيبقى تعليم يجهز أو بناءنا أو بناتنا للتكنولوجيا البازغة خلال السنوات القليلة القادمة إسمعوني لو سمحتوا إسمعوني إسمعوني اللي بقى أصلي برضو حتى العملية التعليمية اللي إحنا عايزين نعملها عشان نجهز أبنائنا أو بناتنا للمستقبل جزء كبير جدا إن ما كانش كلها مبني على استعدادكم كأهالي يعني ككل أسرة مصرية تبقى مستعدية ومتفاهمة ما تبقاش خايفة تقولي أنا يعني ما إحنا ثقافة التعليم اللي كانت موجودة معانا خلال الخمسين سنة اللي فاتت الحقيقة أثبتت أن هي مش كفاية ولازم تتعدل تعدلها بيكم مش بأن إحنا نعمل نطلق العملية التعليمية بس أبدا بنطلقوا تقبلوها وتساعدونا عشان تنجح لو إحنا ما جاهزناش أولادنا وبناتنا للشغل يبقى إحنا بنتطلحهم عشان نععدهم في الشارع يعني إحنا بنتطلحهم عشان نععدهم في الشارع وبنضيع مصر خلوني بس يعني إذا كان على الموضوع واضح المصار بتاعتنفيذ الموضوع ده بالنسبة لنا واضح لأن ابن درسه بقى لنا ثلاث سنين ولا أكتر لكن نجحنا فيه بيكنتم نجحنا بيه فيه هذا المصار بأن أنتم تتفاهموا أب وأم الكل شاب وشابة أنتم تساعدونا على أن إحنا هذا المصار بننجحه ممكن يبقى عندنا مراكز تدريب مهن كتير لكن يا طرى وأنا كلمت في المقطة دي قبل كده يا طرى أنتم حتبقوا مستعدين عايزينهم برضو معايا لسانسو بكروزباس وده مش بطال يعني ولا ممكن النهاردة يروح مكان آخر يتعلم فيه ونوفر وقت عشان نجهزه للصناعات والمطالب العمل اللي احنا بنتكلم فيها فأنا بس بالنقطة دي بقولها لكم ليه حتى نجهز أبنائنا يعني ما تجي تقول لي احنا نخرج ستوائمائة ألف كل سنة يعني هل حيبقى فيه مكان لمئة ألف خريق حوق أنا بسألكم أنا مش بسألكم كنتوا عاديين لا بسألكم 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 المصريين اللي بيسمعوني هل حنفى أني بقى عندي مئة ألف بكروز تجارة طب فيه مكانهم فيه لو ليه مكان خلاص مع خير لكن لابد ان احنا نكون مدركين ويبقى دي يعني يقلقنا ولما يقلقنا يبقى الإعلام يشتغل فيه والمسلسلات تشتغل فيه والمقالات تتكلم فيه عشان نشكل رأي عام داعم للفكرة إنما بقى أنا بعمل عايز أعمل أغاير المصار وبص تراقي مثلا من غير قصد يعني اللغة أخرى مش هننفع فأنا بس بقولك تاني نحن خلال العشرة خمسناشة سنة جايين للي موجود وللي قادم لابد أن نجهز أبنائنا وبناتنا للعمل دا ولن ينجح هذا الأمر إلا بيكم كلكم معنا زي ما لقبل كده نجح بيكم لازم نجهز أبنائنا وبناتنا لسوء العمل ومطالب العمل القادمة الموضوع تاني بقول التعليم الفني موجود وينصلح بين كلنا بالمدرس اللي موجود هناك وبالمصنع بتاع القطاع الخاص اللي يشوف مطالبه إيه وكلنا نحط إيدنا في إيدين بعضه والأسر ما تبقاش الآن نتعلم أولادها وبناتها في المجالات المختلفة لا أحلى بالكلام اسمعوا مني بس الكلام اسمعوا بس اسمعوا بس يعني خدوا مني الكلام وفكروا فيه بالراحة مع بعضنا كده كل الأمور تمشي كل الأمور تمشي أي قطاع من القطاعات اللي بتتكلموا عليه أي قطاع من القطاعات اللي أنتوا بتتكلموا عليها سواء أنا تحدثت عنها أو ما تحدثت أنتوا ذكرتوها لو ذكرتوها نعم الايه? شوف انا هقول لك حاجة شوف انا هقول لك على حاجة ليكم كلكم من فضلك لو سمحوا. اسمعوا بس الكلام. عارف نقل العم نجحش في القايرة ليه? ليه? واوبر نجح ليه? ليه? ليه اوبر نجح? والنقل يا طرق اسمع بقى لو سمحت. اسمعوا الكلام بتاعي يا جماعة. وبعدين انا هزعل كده بصراحة. انتوا عايزين كلام جد ولا عايزين كلام ايه? ما نجحش ليه? ان احنا مش جدين. ما نجحش ليه? ان احنا بندروا بسوق اسمعوا الكلام. ما نجحش ليه? لو سمحت. لو سمحت. عايز تسمع ولا عايز تكلم. القطاع ده ما نجحش ليه? هو وغيره. هو بس قطاع النقل العام في القاهرة. طيب والسكر الحديد ما نجحتش ليه? طيب والمواني ما نجحتش ليه? طيب والمصاني ما نجحتش ليه? مش انت السبب. ومش انا السبب. كلنا مع بعض السبب. في الفشل وفي النجاح. واكد لكم اليوم ان من يريد ان يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي ان يتحل باعلى درجات التفاني والاتقان في عمله. وان يكتهد لاستعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا البازغة. وفي الختام اذكركم بان العمل هو الفضيلة التي تفصل بين الحلم والواقع. وان مصر لتمضي قدما بكل السبل في تكسيد هذا الشعار. من خلال تبني نهج تنموي طموح وشامل ومستدام من اجل مستقبل افضل لاجيال شابه وصاعدة. ونحن على ثقة تامة باننا بالارادة والعزم قادرون بعون الله. قادرون بعون الله تعالى على تحقيق رؤيتنا المضيئة التي نحلم بها لهذا الوطن. فتحية لكل عامل من اجل الوطن في جميع المواقع. فانتم من ركيزة المتينة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار. وقواته الدافعة نحو النمو والازدهار. واكد لكم انكم ستجنونني دائما الى جانبكم. منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم. واجدد لكم عميق اعتزازي بكم. وبعطائكم وبعزيمتكم. وبعطائكم وعزيمتكم الصديقة. واهلئكم جميعا بعيدكم. وكل عام. وانتم بخير. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.